هذا وأقرى الرئيس عبدالفتاح سيسي محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من رئيس وزراء باكستان عمر عمران خان والرئيس شوكة ميرزايف رئيس جمهورية أوزباكستان وسمو الشيخ محمد بن زيد النهيان ولي عهد أبوظبي والأمير تميم بن محمد الثان أمير دولة قطر كما أقرى سيادته مباحثات جانبية مع أنتوني جوتيرش سكرتير عام الأمم المتحدة جاء ذلك على هامش مأدوبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني تشي جيم بينج صباح اليوم على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين